مرحبا الحبايب هناك مقال في البي بي سي منشور من اكثر من يومين ثلاثة ايام حاطب بالي اني اعمل عليه فيديو لكن لسبب ما اخر تأجل الحديث عنه مع انه اليوم كانت برصة كبيرة انه نحكي عن اغتيال العاروري بس خليها منعود نعلقوا عليها لكن مشان تعرفوا انه الحكي اللي كنت احكيلكو اياه انه الان عداد الاغتيال بلش اشتغل قبل فترة اقتالوا عادل مصماح قائد ميداني في قوة هنسميها قوة حماس الاسكرية حركة المقاومة الفارسية حركة المقاومة الفارسية و اليوم بطل الواحد يجمع اقتالوا العاروري عداد الاغتيال لما قلت لكم العدو الصهيوني شغال 24 ساعة او 24 ساعة او 24 ساعة ونحكي عن المقال اللي بالبي بي بي سي كيف بدأت حماس ولماذا لاحقتها الشائعات اظن انك عنوان المقال اسم كاتب المقال ليث عصام كيف بدأت حماس ولماذا لاحقتها الشائعات الموضوع اللي بحكي عنه المقال حكيت عنه مرارا وتكرارا حكيت عنه من قبل احداث سبعة عشرة باكتر من ست شهر لما قلت انه ادوارد سعيد في كتاب تغطية الاسلام دعوني ابرجيكم ادوارد سعيد في كتاب تغطية الاسلام بالمرة دعوني اقرأ لكم من صفحة 27 تمام شو بقول اما حركة حماس صفحة 27 اما حركة حماس ومع حركة الجهاد الاسلامي علتان دعمتهما اسرائيل في السابق وسيلة لاضعاب منظمة لاضعاب سلطة منظمة التحرير الفلسطينية خلال الانتفاضة الفلسطينية التي بدعت في كانون الاول ديسمبر 1987 في قطاع غزة وضفة الغربية المحتلتين لا أعطي شيء من جابتي جابتي مخزوجة جابة مخزجة محركة في القطاع ويقول لي لدي مخزجة فهذا سأقرح شغلات مذكورة في المقالة التي تحدثت عنها في البي بي بي سي سأقرح أكيد سأقرح جزئيات معينة في السياق تاريخي محدد حتى نصل لقناعة معينة تحب تشاركني فيها أهلا وسهلا لا تحب تشاركني فيها أهلا وسهلا أنت حر سأقرح لا تحب تشاركني في الوهم ويرجع إدوارد سعيد على صفحة 27 ويرجع في صفحة 59 يقول طبعا في يعني في خنقول قبل للي حقرأ الكوياه في كلام في كاتبة اسمة ميلر هو بقول عنها فهي تتجاهل أن تذكر مثلا عن ميلر أن الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي لم تتأسس بتمويل فلسطيني هي الجامعة الإسلامية طيب أولا اللي حاطه بين قوسين جامعة حماس هاي لم تتأسس بتمويلين فلسطين مين يأسسها عد ما بعرف لكن هو شو بقول لك جامعة حماس في غزة فاصلة شو بقوله التي بدعتها إسرائيل من أجل إضعاف من نقطة نقطة فنقطة لمنظمة التحرير الفلسطينية أثناء أنت فاضع يعني بكرر الزلمة مصر الزلمة أنا أجلب الشاشة من جب هذا حكايته من زمان من أكثر من ستة 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 ورجعت حكايته مع وراء أحداث سبعة عشر بكم أسبوع وقمنا فيديو قصير وانتشر فيديو قصير ويجبنا مئة مسبع السياق دعنا نقوم بالمقال سوف ارتبت الزلم السياق أحب أضع الأحداث في تسلسل تاريخي مبارئ ستضع سياق تاريخي تسلسل زمني من الأقدم إلى الأحداث نريد التسلسل التاريخي الصياق التاريخي لتسلسل حين نسميها الآراء ووجهات النظر والمعلومات والشائعات أو طبعا حول كيف بدأت حمس بيقول لك أقدر عنها طبعا مقيد بالذي نذكر في المقال يمكن المقال في شغلات ثانية صارت بنفس الإطار الإشاعات الأقاويل وجهات النظر العراء المعلومات حول كيف بدأت حماس بيجوز بأشياء أقدم المقال ما وصل إليها ولا أنا وصلت إليها لكن نحن على مجال البحث عمنا مجال الفيديو المقال ترجع للمقال مش ها ما تقول ليش أنت اجتزائت وما قلت لناش هاي وغطرات الشاشة على هذيك أعطيتك عنوان المقال وموجود بالبيبيسي أقدم نحن نقول بداية حسب المقال بـ 1981 نيويورك تايمز نقلت حديث عن واحد اسمه إصحاق سجيب شو بيبيع هذا أكيد بيبيع إش فجل ولو بيبيع فجل كما جوابو السيرتو بنيويورك تايمز هذا يا سيد العزيز أنه حاسم منغنيز والذهب لبريز الحاكم العسكري الإسرائيلي في غزة الأسبق العدو الصهيوني الحاكم كلمة الإسرائيلي بين قوسين والقوسين من عندي على لسان البيبيسي العدو الصهيوني احتل قطاع غزة في رزية حزيران وظل محتلة من 1967 إلى 2005 على زمن شارون عندما كان رئيس الوزراء انسحب العدو الصهيوني حكينا فيها ايميرا راوتكا هذا نحن نحكي نيويورك تايم ناشر مقال من 1980 هذا اسحاق سجيب شو بيقول الأصوليون الإسلاميون يتلقون بعض المساعدات الإسرائيلية طبعا نو بحكيهون عن الصليين الإسلاميين في قطاع غزة وستعرف ليش بعض المساعدات الإسرائيلية والإسرائيلية بين قوسين والقوسين من عندي بعدين نحطين قطين يعني فيه كلمات ما اكتب ستها البيبيسي عن نيويورك تايمز شو بيقول سجيب أعطتني الحكومة الإسرائيلية ميزانية فاصلة وتقوم الحكومة العسكرية بتقديم دعم للمساجد هو هيك بقول مش هاني اللي بقول طبعا دعم للمساجد انتوا عارفين شو قصة المساجد هاي لها جذور حسنا من جيلها بس خلينا نكمل لكم شو بتقول نيويورك معالى تقديم تلك عموال لغايات بناء المساجد تقديم تلك العموال بهدف تعزيز القوة التي تنافس منظمة التحرير هذا في 1981 هذا يمكن أن تقول أن البي بي سي تقول أن نيويورك تايمز عللت بل أن تعليلها ليس صحيح لما تقرأ أنت سياق كامل لماذا بدأت لك بالأقدم؟ خليها أو أنسى بس خليها في بالك موضوع أن الأصوليون الإسلاميين يتلقون بعض المساعدات الإسرائيلية بين غوسين والغوسين من أندي وأنه وتقوم الحكومة العسكرية بتقديم دعم للمساجد المساجد إخوان حسب المقال نفسه كان المرحلة الأولى اللي بلشتها جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين هنقول كأحدى مراحل الجهاد ضد العدو الصهيوني تمام تمام إخوان طيب كملنا منروع على ألف وتسعمية وثنين وثنين انتبهت معي المساجد بناع المساجد هاي مرحلة إحدى مراحل النضال المسلح مش مسلح ما سواء على الأغلب النضال المسلح لجماعة الإخوان المسلمين تخطيط حاطين استراتيجية أول شغلة في هاي الاستراتيجية بناء المساجد عشان تعميق الإيمان ترسيخ العقيدة نشر الثقافة طبعا كله في إطار الإسلام تمام طيب نجي على 1992 في مؤلف بريطاني اسمه مايكل دنبر ألف كتاب عنوانه سياسة إسرائيل تجاه العقاف الإسلامية في فلسطين شو بقول مايكل دنبر عضل 1992 شو بقول بقول إسرائيل سمحت في أواخر السبعينيات يعني بعد احتلال غزة وعواصة الثمانينيات بناء تلك المساجد في وسيلة لإيجاد توازن أمام منظمة التحرير أمام منظمة التحرير لاحظ ثيجيف قال لك عفوان إدور سعيد قال لك وسيلة لإدعاق منظمة التحرير الآن مايكل دنبر بيقول لك توازن أمام منظمة التحرير عشان أقولك أنا أعطيك كل شيء اللي يعني اللي معه واللي ضد لكنه البي بي سي بتقول لكنه عن مايكل دنبر لم يشر لم يشير يعني لم يشير تعرف يشير لما يصدقها أداة جزم لم يشر إلى وجود خطوط تمويلية بين القائمين على تلك المساجد وإسرائيل بين قوسين والقوسين والقوسين من عندي اشتف تريقي لعنى أطلس شاي كراك من المشي مصدق بلاشو الآن ماشيين على الخط ثار عندنا محورين ثار عندنا شغلتين اتكررت من حديث إدوارد سعيد لتصريح إسحاك سيجيب لكتاب مايكل دنبر الشغل الأولى اللي نحن نستطيع أن نركز عليها إنه العدو السيوني بطريقة معه أخرى دعم حماس أو الإخوان المسلمين في فلسطين وسيلة لإضعاف منظمة التحرير أي النقطة الأولى النقطة الثانية المساجد إنه وسيلة لإيجاد توازن بناء تلك المساجد وسيلة العدو السيوني كان كان يسمح ببناء المساجد وسيلة في وسيلة لإيجاد توازن يعني الكلمات العبارات تعبر عن نفسها بنفسها من يجي على حصن المبارك يقول لك في المقال قبل العقود العقود بالعادة بين عقدين لثلاث عقود يعني بالتسعينات مبارك حصن المبارك البقرة الضاحكة الله يرحمه قال لهم هل تعرفوا أي قصة البقرة الضاحكة؟ أو لا لا المرحوم مبارك يقعد مع ضباط عسكريين مصاروة قال لهم قال لهم أنتم لا تعرفين؟ أي يا فندم؟ ماذا؟ إذا إسرائيل عملة حماس لكي تعمل ضد المنظمة لا أعرف شكل مصريين لكن أغير جو حسب المقال حربيا إسرائيل أنشأت حماس حتى تعمل ضد المنظمة لاحظ المحور الأول من مبارك ل دمبر دخل موضوع أن إسرائيل سمحت في بناء المساجد لسي جيف لأدوار السعيد تقريبا المحور العام أن إسرائيل من قوسين من قوسين عملت صنعت أنشأت أسست لو حماس وسيلة لإضعاف في توازن أمام منظمة التحريب في السنين من النط هسا للألفين وتسعة بس قبل من النط للألفين وتسعة بدنا نروح على سنة الألفين وثلاثة تنقل عن ضابط الخبرات المحورة تنقل عن ضابط الخبرات المحورة تنقل عسكرية بين قوسين إسرائيلي اسمه شلوم هرارايا يقول لك هذا شلوم هرارايا ما يقول إسرائيل بين قوسين والقوسين من عندي لم تموّل حماس قطر حمال تضع انا الحلل وتجعل التحديد كما تسعر مع كما تستفيد كيف تجعل عمل الخيار كما تجعل البندورة أو مياه عندما تجعل البندورة كما تبيح بحسن كما تنقل غالف بالأخير فيه بالأخير رؤية تحليلية تمام شلوم هراري ضابط مخابرات عسكرية مخابرات عسكرية ضن الشباك مقال في نيويورك تامز يصرح إسرائيل بين غسيم وغسيم عندي لم تموت حماس قط نأتي على نقطة مهمة جدا في عنا نائب أمريكي اسمه رون بول في الكونغرس اركز معي لو سمحت اذا عدت بالتاريخ ستجد ان اسرائيل بين غسيم وغسيم عندي شجعت وساعدت في صناعة حماس بهدف مواجهة ياسر عرفات وشو اللي خلا يقول هيك انا ما صح ليش ادور على السيد رون بول اللي باش بقى يقول هيك صدقا ما صح ليه هيك يعني ايجا عبالو سولف خابت اللزق ومدريناش يعني فيه تحقيق حيا الله اللي بي بي سكات بي بتقول فيه نائب سنتور سنتور لا سنتور اه سنتور يا ثور سنتور امريكي نائب في مجلس النواب الامريكي اسمه رون بول في 2009 بقى يحكي من خزق واسق وقال اللي قاله اللي قريتلك ايا قبل شوي بعدين مشكلة بقولك اذا عدت بالتاريخ لا حترا عباراته شوي مطاطة اذا عدت بالتاريخ ستجد ان اسرائيش شجعت وساعدت في صناعة حماس بهدف مواجهة ياسر عرفات اسرائيل بين غسيم وغسيمين عندي طيب نيجي على الـ 2023 السنة اللي فاتت شهر تسعة قبل احداث سبعة عشر في عندنا واحد اسمه حسن عصور وزير فلسطيني سابق عضو في الوفد الفلسطيني لمفاوضات قصة 93 شو بيقول حسن عصور بيقول يا سيد العزيز انه حاسن من جنيز بالذهب لبريز حماس انطلقت بالاتفاق بين دول العربية واسرائيل بين غسيم وغسيمين عندي في اطار مشروع امريكي لتكون بديلا موازيا للمنظمة موازيا للمنظمة اذا فتحاوي ونأخذش بكلامه واكيد بطخ على حماس بديمدح بحماس بديقول انها ليس صناعة ثهيونية حرين ادو انا بحط قدامكم بس بدي اقول لكم شغلة بالمناسبة بمقالة بي بي سي نفسه بيقول لك حماس في البدايات اتدربوا على ايد فتح اعلموا الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني خوانين حماس ناكرين من الجميل انا هي اقبضهم يعني بشرفك بيقول لك كان في قواعد لفتح في الاردن اسمه قواعد الشيوخ كانوا يتدربوا فيها حماس هاي بعد السبعة وستين فتح اللي دربت حماس في البدايات اجت حماس بالالفين وستة انقلبت على فتح وطردت فتح من قطاع غلزة ناكريني الجميل نأتي على واحد اسمه يعقوب بيري هذا رئيس الشاباك من الثمانية ثمانين للخمس وتسعين يقول لكن هذا ليس صحيحا شو هو اللي مش صحيح يا بيري انت شو هو اللي مش صحيح اللي مش صحيح ان الكثير من الناس الطيبين شوف لاحظ حط كلمة الطيبين حط حط تحتها خطين حمر الكثير من الناس طيبين في اسرائيل اتهموا الشاباك بانه ساعد الجهاز السياسي لحماس باعتباري بديلا من منظمة التحرير قال لكن هذا ليس صحيح وهو في دخان بالنار يا امي انا كل كون وادوان السعيد لما يعني هذا اديب ومفكر ومحاضر وبروف له قيم عالميه بفكره بابداعاته بكتاباته لا يمكن انه يخاطر بسمعته بمركزه الفكري الثقافي بمعلومة يحكيها هو مش متأكد منها الظلمي مش مأجور مش مش شغل يقبض ويصالب الظلمي شبعان بروف زي ادوار سعيد ما بيخبص هيك تخبيص له لا متأكد نفس الوقت مقال بي بي سي مسؤولون اسرائيليون سابقون هذا يعقوب بيري مؤخرا بالمناسبة العلم مش نشع احب الغسين مسؤولون اسرائيليون سابقا واسرائيليون بانجوسين وغسيمين مقال بي بي سي أسف عندهم لدعم حماس وصناعته بط بيرجع بيقول لك المقال انه في واحد اسمه روني شاكيد ضابط مخابرات عسكرية بالسبعينيات وهذا روني شاكيد باحث في معهد ترومان في الجامعة العبرية عند العدو الصيوني ترومان نسبة لهاري ترومان رئيس الولايات المتحدة ترومان كان رئيس الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية من ال44 إلى ال52 ومن ال52 إلى ال60 دوايت ايزنهاور دوايت ديفيد ايزنهاور ومن ال60 إلى ال64 جون كندي ومن ال64 إلى ال68 برزية حزيران المتحدة كان لندون جونسون هو من المتحدة كان برزية حزيران ومن ال68 إلى ال72 ريتشارد نيكسون ومن ال72 إلى ال74 ريتشارد نيكسون بعدين يقولون من ال74 إلى ال73 جيرالد فورد من ال76 إلى جيمي كارتر هذا العراب بتفقيه كام ديفيد ومن ال80 إلى ال88 رايغان فهارت رومان من الـ 44 إلى الثاني والثاني فيه على اسمه معحد وطيب وهذا ترف العدو الصيوني كدولة طط أهلا سيدا لابنتي رجعلنا على المقال طيب حاضر حاضر أسف حق ولي فمن انك انت يعني عارف رؤساء أمريكا انه فروني شكي الضابط مخابرات عسكرية في السابينيات وهو بروف ودكتور وباحث في ترومان شو بقولي ما لك وين واحد يقابلها لك بقول اسرائيل لم تموّل الإسلاميين قط وجهة نظر اجتهاد رأي معلومة حقيقة وهم ما بعض هذا اللي يجعك هو بقول سني اسرائيل لم تموّل الإسلاميين قط لكن شو بقول برضه اسهاماتها اسهامات اسرائيل بين قوسين و القوسين من عندي كانت تقتصر على منح الرخص وليس منح الأموال للإسلاميين يعني هاي اسرائيل يعني هاي اسرائيل يعني هاي اسرائيل يعني تمنح الرخص و تمنح الفلوس كيف يعني مش فاهم هذا ما هو احمد ياسين المرحوم احمد ياسين شو قال هون مربطة جحش احمد ياسين في برنامج شاهد على العصر و انا ما صح لي اشوفه اتأكد ان البي بي سي شوفوا انا البي بي سي ثقة فيها يعني موضوع الملقل الاقتباس يعني عالي ثراحة البي بي سي كان مفروض اني اشيك برنامج شاهد على العصر لقاء احمد ياسين انه فعلان قال هاي كل ما قال الشيك و ادور على روم بول و ادور على اسحاق سجيب لكن صدقوني ما صح لي مشغول لي اليوم قدمت الاخرار الضريبة بشان ما نتغرب مش 100 دينار طيب شوف احمد ياسين شو بقول لك حرفيا حسن ما هو موجود في المقال اسرائيل كانت تدفع الرواتب باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال عادي عادي بس اللي مش عادي انه واحد زي احمد ياسين كان يخذ راتب من العدو الصهوني 240 ليرة كمدرس و 40 ليرة كخطيب في الجامعة البي بي سي اللي بتقول لي و انت بسرها كما بدك الان شو بشو بيقول لك هو بيقول لك لقد بدأوا بعرض دفع المعاشات والرواتب للموظفين الذين يقبلون العودة الى العمل ثلاث نقاط ابتداعا دون مقابل لاحقا بمقابل من شان شجوع الناس يرجعوا يشتغلوا كان يعطوهم رواتب بس هاي ما فهمتها ابتداعا دون مقابل لاحقا بمقابل ما فهمتها فهموني ايها و البي بي سي مخرفني مش عارف و احمد ياسين لا احمد ياسين لا احمد ياسين والله يرحمون الان برجع بيقول لك احمد ياسين اسرائيل بين غسيم و غسيمين عندي كانت تدفع الرواتب بهدف التأكيد على انها تعيد الحياة لطبيعتها بعد احتلال غزة و بيقول لك هو مش هني اسرائيل بين غسيم و غسيمين عندي كانت تراقب ركز معي لو سمحت ركز احمد ياسين بمرنامج شاهد على الاصر لقناة الجزيرة شو بيقول اسرائيل كانت تراقب مؤسسات الاسلاميين كحال الكل كحال جميع المؤسسات افهم كحال جميع المؤسسات وكانت تحاول ايجاد توازن داخل القطاع ثلاث نقط تترك الكل ينمو بطريقته الخاصة حتى يأتي الوقت بين غسيم المناسب و غسيمين عندي وتضربهم ببعضهم البعض اخوان شوفوا انا طولت كثير بس في كتاب عندي افهم فرجيتك اياه مرارا متكرارا ولك تعال جاي ولك اهداء عاد انا بحكم على الكتاب ترى كتب بعملها كالناس يعني كبشر اهداء ولك هذا كتاب فرجيتك اياه مرارا متكرارا الاسلام في الليبرالية ولك هناك فقرة احب اقريك وياها من صفحة 99 بلاي لا يمكنك فهم كيف العدو سيوني يفكر تمام بدي اضطر ارفع العوين لا اه ما هي زابطة دعني اشوف بقول لك اه لا الشيك اللي بدي اجرب الكتاب وليس يتحملوني واشلح النظارات لانه خط صغير لما يكون خط صغير تغلق بقول لك تذكر سبا محمود دعم الولايات المتحدة السابق للجهاديين الاسلاميين لاطاحة الحكومة الشيوعية في افغانستان الا ان هذا كما سنرى هو مشروع امبريالي اقدم بكثير من هذا فاثناء الحرب الباردة تم تجنيد وتقوية الجماعات الاسلاموية في العالم العربي وخصوصا 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 عدتها مرتين من عندي وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين المصرية والحكومة السعودية ورجال الدين التابعين لدولتها كما رجال دين مسلمين اخرين وذلك من خلال خطة بدأت مضمرة وغدت علانية من اجل انشاء تعبئة اسلام جهادي باعتباره بريضة دينية على المسلمين لقتال اولئك انتبه لقتال مين لقتال اولئك العرب والمسلمين الذين كانوا يجابهون القوى الامبريالية والامريكية والدكتاتوريين المحليين ها أمريكا كانت تدعم جماعة الإخوان المسلمين المصرية وغيرهم جماعات الإخوان المسلمين حتى تقاتل فيها تقاتل بعض الأنسان تقاتل العرب المسلمين الذين كانوا يجابه الإمبريالية والدكتاتوريين المحليين الذين كانت تدعاهم الإمبريالية فقط على سيرة المساجد لكي تفهم أن العقلية وحدة العقلية عند الغرب وحدة ومين ربيب الغرب؟ العدو الصهيوني انتبه هنا بالنفس الكتاب بصفحة 103 تركز معي وجد البريطانيون في فترة سابقة ومنذ بدايات الأربعينيات أنه من المناسب أن يبحثوا عن تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية بهدف هزيمة القوميين بهدف هزيمة القوميين والشوعيين العلمانيين المناعظين للإمبريالية وهي استراتيجية أتاحت تقديم عرض مالي بريطاني لمؤسس الجماعة حسن البنة بعد إطلاق صراعي من السجن في تشرين الأول 1941 بالمناسبة للعلم مش للنشر على حبل غسيل حسن البنة تم اغتياله بشهر 2 1949 وحسب الآن فكروا يعرضوا عرض مالي على حسن البنة عشان يتحالف معه لكن المؤلف وحسب أكثر التقارير مصداقية فإن الجماعة رفضت العرض هي رفضت العرض لكن رغم أنها قد قبلت في عام تأسيسها 1928 منحة قوامها 500 جنيه مصري من شركة قناة السويس المملوكة لبريطانيا وفرنسا وذلك لتمويل بناء مسجد رفضت العرض يا أخوان قالوا بالإشارة أنا بالنسبة لي إذا أردت قناعتي أنا أضع تقنى كل شيء طبعا يقول أن أن أقل عن مقل البيب بي 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 سي بتصرف أنا أضع تقنى كل شيء قرأت لكم إذا أردت قناعتي أعطيتكم قناعتي و وجهة نظري وبجرعة و قدما يكون الثمن غالي الغرب بشكل عام الغرب المتصايم تحديدا بعقلية مؤسسية بمنهجية عملية باستراتيجية بعيدة المدى كان يحاول قدر الإمكان يستغل العنصر الديني لمواجهة القوى العلمانية العربية القوى القومية القوى الناصرية القوى البعثية لاحظ بريطانيا مولت بناء مسجد في عام تأسيس جماعة الإخوان المسلمين المصرية و العديو الصهيون كان يسمح ببناء مساجد وسيلة لإيجاد توازن أمام منظمة التحرير و هي منظمة التحرير بشكل عام مسلمة و هي منظمة التحرير لكنها كانت إيجاد ليس كيف أقول لماذا تتقع هذه الفورتيشة ؟ إذا عدت بالتاريخ ستجد أن بين قوسين إسرائيل والقوسين من عندي شجعت وساهمت في صناعتها هذه تعمل عليها جوجل وأتأكد من أين جابتها البي بي سي وأنا طوال عليكم كثير أعجبكم محتوى الفيديو لايك ما أعجبكم ديس لايك عندك وجهة نظر عندك رأيي عندك مداخلة عندك ملاحظة بدون أن تغلط على أبوي أو أمي إذا تغلط على أبوي أو أمي سأعمل لك بلق على طول أحلص حمثول اللي بشوف خلقتي أول مرة خلاص بك يكفي أكثر من ذلك يعطيكم العافية طاط